بحث مجلس بلدي الجنوبية استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في دور العبادة ذلك بالتنسيق مع إدارة الأوقاف السنية بهدف خفض كلفة الطاقة وحماية البيئة إلى ذلك طالب مجلس بلدي الجنوبية في جلسته اليوم بإعادة النظر في قيمة القصط الشهري على مشروع الإحنانية الإسكاني تفاصيل الجلسة تنقلها لنا الزميلة خولا لغرينيس ناقش مجلس بلدي الجنوبية فكرة استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في دور العبادة بالمحافظة الجنوبية وذلك بالتنسيق مع إدارة الأوقاف السنية بهدف خفض كلفة الطاقة وحماية البيئة خصوصا وأن هذا المشروع قد تم تطبيقه في عدد من الدول العربية والمجاورة وقد شكل فارقا كبيرا جاءت فكرة استخدام الطاقة الشمسية بدلا عن طاقة الكهربائية بناء على فكرة جاءتنا مجربة في دول مجاورة لنا عربية وخالجية ولها مردود إيجابي على الجهة التي ستستخدمها لذلك أساسا وجهناها حق إدارة الأوقاف السنية مردودها أن مع الزمن ستحس بالفرق خصوصا أن الفلوس هذه التي تستخدمها وترفعها كفواتير حقوزات الكهرباء تستخدمها في صيانة وإنشاء دور عبادة جديدة من جانب آخر صلط الأعضاء الضواء على مشكلة قيمة القسط الشهري الذي تم تحديده من قبل وزارة الإسكان للحاصلين على الوحدات الإسكانية في مشروع الإحنانية الإسكاني على اعتبار أن هذا المبلغ لم يتم فرضه على بقية المشاريع الإسكانية ناقشنا اليوم موضوع الأقصاط الإسكانية على المنتفعين في الوحدات الإسكانية في المنطقة الحنينية الأقصاط الإسكانية التي ترتبت على المنتفعين أقصاط عالية جدا فإحنا طلبنا من سعادة الوزير مبررات هذه الأقصاط التي تصل إلى 293 دينار شهريا وهذه الأقصاط هي أقصاط يعني تعد على كاهل المواطن أمر كبير جدا هناك من المواطنين ما يستطيعون دافع هذه الأقصاط وهذه الأقصاط غريبة المفروض أن وزارة الإسكان ومن خلال قانون الإسكان أنهم يسهلون على المواطن ولا يقتطعون عنه أكثر من 25% بحسب مدى رقم 67 من قانون الإسكان كما توافق الأعضاء على تعديل بنود واشتراطات التعمير مع عادة تصنيف المناطق الجديدة وذلك بناء على طلب التخطيط العمراني ومن جانب آخر أجمع الأعضاء على أهمية تطبيق نظام المقاولات الزمنية على المنازل القديمة والآيلة للسقوط ليتم العمل على إزالتها بصورة مرنة وسريعة تم التوافق أن يكون هناك توافق في الاشتراطات التعميرية مع تصنيف المناطق فأن الجهتين يعملون مع بعض قبل إصدار أي قرار ممكن يأخر عملية إصدار التصاريح وما شابه الموضوع الآخر كان عن استفادة من المقاولات الزمنية لهدم المنازل المهجورة والمنازل الآيلة للسقوط لأن تواجهنا مشكلة أن كل منزل البلدية تحتاج إلى هدمه لازم تخصيص مقاول مع فاتح مناقصة وهذه الأمور ولكن إذا اتجهنا إلى المقاولات الزمنية تم التوافق على مقاول معين وتسند إليه جميع المنازل التي يراد هدمها المقترحات التي تقدم بها الأعضاء في هذه الجلسة حملت بين ضياتها مجموعة من المشاريع والقرارات التنظيمية التي من شأنها الارتقاء وبشكل كبير بالمحافظة الجنوبية خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين